النادي الاهلي او ادارة النادي الاهلي كانت متواجدة مع الفريق طبعا في السعودية اه وصرفوا مكافأة خاصة وعاجلة للعيب النادي الاهلي بعد الفوز ببرونزية كاس العالم وده لغاية ما الفريق يرجع للكاهرة ويبدأ اللاعبين يسرفوا المكافئات المنصوص عليها في اللياحة يعني من اخر يعني كل واحد كده ايه مثلا يعني مش عارف الرقم بالزبط خد 500 دولار حلوينة 1000 دولار 2000 دولار مبستو بقى دي المكافئات اللياحة السريعة دي بعد كده هتشوف اللايحة بتقول ايه واتاخد عليها بس انو احنا موجودين هناك مكافئات عجلة عشان انتو شرفتو النادي الاهلي مرس الكوراة الموديل الفني للنادي الاهلي عمل جلسة خاصة مع انطوني مودست مهاجم الفريق بعد ما الفريق اتحرك من السعوداء للسفر الى الاماراتي الجلسة كانت في حضور مخاطط الاحمال واحد مساعدي مرس الكوراة للاجانب كوراة قال لي مودست انو ناوي يعتمد عليه بشكل اساسي او يدي له جزء كبير من مباراة سيراميكا كليوباترا بكأس السوبر مباراة اللي جاي يوم الاتنين اللي جاي وكلار طلب من مساعدية تجهيز كل اللاعبين بشكل جيد وتحديدا مودست بعد غيابه طبعا عن المباراتين الماضياتين نعل وعس والله اعلم الله اعلم ربما مرس الكوراة مخبلنا في مودست حاجة احنا لسه مشوفناهاش لحد دلوقتي وتاني وعالف بكرة مودست طلع وماش طلع نار من بقه وعمل اداء رائع هيبقى منطقي وعادي هتقولي منطقي وعادي هو مهاجم جامد اصلا هو مشكلتي مع مودست ومشكلتي الناس كلها مع مودست ايه انه يعني انت مش كنت لسه من كام شهر جامد وبتلعب في دورتموندو مهاجم جامد وكل حاجة ايه اللي حصل ايه اللي حصل فالاجابة زي ما كابتن محمد يوسف قال هالي مبارح قالي الاجابة عند مودست هو عايز يرجع ولا مش عايز يرجع يرجع للمودست يرجع لنفسه يرجع للمهاجم كبير هتبقى عنده مش عند مرس الكوراة فالعله وعسى الراجل يكون عايز يرجع ونشوفه يتعلق معنا دلالي كوراة كمان عمل جلسة ازاكي مرس الكوراة ازاكي جدا عمل جلسة مع أليو ديانج ورامي ربيعة وخالي عبدالفتاح أليو ديانج ورامي ربيعة كده اخدوا ايه بعض الدقائق في كاسر عالم الأندية خالي عبدالفتاح ما اخدش خالص والراجل قال لهم بشكل واضح كون ان انا ما دتقومش كتير في كاسر عالم الأندية ده مش معناه ان انتو مش مهمين بالنسبة لي او ان انا حطتكم على الهامش انتو مهمين جدا بالنسبة لي بس كل مباراة وليها ظروفها وليها حساباتها وليها التشكيل المناسب لها وطبيعي جدا ان انا هعتمد عليكم الفترات اللي جاية طلبهم بالصبر ما يلاقوش وانه هو كون انهم مشاركوش انه هو شايفهم لعيبة مش جديدة للمشاركة فقط ان ظروف المباراة كانت تتطلب بعض اللاعبين المعينين غير التلاتة المسكورين خلال عبدالفتاح ورم ربيعة وقاليو ديانج بالمناسبة انا بقول كده لي او بقول له حالاكو الخبر ده لي عشان الايام اللي فاتت دي طلع شوية اخبار كده انه في مشكلة بين قاليو ديانج ومارسل كلر وحصل مشكلة في السعودية قبل المباراة الاولى ما فيش الكلام ده خالص خالص ما فيش اي مشكلة من اي نوع ما بين مارسل كلر وقاليو ديانج خالص ده فيما يخص النادي الالي اشتركوا في القناة